بحث وزير صحة والسكان مع المدير الإقلامي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط وممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر سبلات كثيف التعاون المشترك لتقديم الدعم الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين من الجرحة والمصابين والمرضى الذين تستقبلهم مصر حيث أوضح وزير الصحة أن مصر تستقبل أعدادا كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين من المصابين والجرحة وأسرهم مما يحتم تعظيم التعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية وأدوية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بأفضل جودة من جانبها أكدت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أن مصر قدمت نموذجا يحتذا به في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لقطاع غزة والأشقاء الفلسطينيين مؤكدة استعداد المنظمة لتوفير كافة سبل الدعم لمصر على كافة الأصعيد الصحية ترجمة نانسي قنقر